السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هاد الفيديو في هاد الفيديو ان شاء الله راح نشرحه ونحل مع بعض تمالين الصفحتين ربعة وثمانين وخمسة وثمانين كتاب اللغة الانجليزية لسنة الثالثة متوسط اذا معلكم غير تتبعوا معي نبدأوا على بركة الله بسم الله التمالي الاول كان عمرو الايدنتيتي كارد انتع دكتور بورويس هنا الايدنتيتي كارد انتع راح نتعمرها بعد ما تقرأوا النص عدنا الفيرس نيم اللي هو الاسم الاول انتع وهو عبد الرحيم سور نيم اللي هو لقبه بورويس ديتوف بيرث تاريخ الازدياد ناينتين ايتي ايت بليسوف بيرث مكان الازدياد انتلمسان فاذرز اوكيباشن ميكانيك وظيفة ابوه هي ميكانيكي مادرس اوكيباشن هاوس وايف وظيفة امه هي ربت منزل بريماري ميدل اند هاي سكول انتلمسان اذا قرأ في الابتدائية والمتوسطة والثانوية في تلمسان انجل جراجويت ستاديز في يونيفورسيتي اف تلمسان ابو بكر بالقايد ديجري عنده باتشلر اوف انجينير اللي هي شهادت لسانس في انجينير اللي هي الهندسة عدنا بوست جراجويت ستاديز ان يونيفورسيتي اف تلمسان ابو بكر بالقايد ديجري عنده مسترز ديجري اوف انجينير زد قراء المستر في الهندسة في سنة 2009 والديجري الثاني دار بي ايش دي انتلي كومينيكيشن اللي هي الدكتورة في الاعلام والاتصال في سنة 2014 فايل اوف ستادي مجال دراسة انتاعه يبقى دائما انجينير اللي هي الهندسة professional experiences وش خدم في حياته name of the company الجري تيلي كوم خدم في الجري تيلي كوم كان انجينير اند ريسيرتر كان مهندس وباحث في شركة الجري تيلي كوم in the year of 2014 اذا هذه هي المعلومات الخاصة بالايدنتيتي كارد انتاع عبد الرحيم بورويس ننتقلوا الان الى صفحة 85 I play the role of dr. بورويس I'm 29 years old where were you born I was born in Tilimsan what is your father's occupation mechanic ولا a mechanic ولا he is a mechanic ولا my father's occupation is a mechanic نكملوا ام عباد where did you graduate وش من البلاصة اللي تخرجت منها at Abu Bakr بالقايد university in Tilimsan when did you when did you get your phd in 2000-2014 what is your occupation now I am an engineer and a researcher task 6 هنا I listen to part 1 of the interview between the Algerian scientist and interview inventor Prof. Haba and the Algerian researcher Dr. Baghdadi and complete the dialogue bubbles هنا عدنا حوار بين الدكتور بالقاسم حبة وبين الباحث الجزائري الدكتور بغددي هنا عمرنا الفراغات بالكلمات اللي كانت مخصوصتنا هنا بعد ما تستمعوا اتعمروا after graduating I was contacted by a Japanese company so I went to Japan and stayed there for 6 years دكتور بالقاسم حبة بعد ما تخرج عيتت له شركة يابانية يخدم فيها راح يقعد في اليابان لمدة 6 سنوات I was working in the application of laser technology to microelectronics while I was living there then I moved on to work on monetarization قلهم كنت نخدم على تطبيق الليزر أو تكنولوجية الليزر ومن بعد بينما كان عايش ثمك ومن بعد انتقل الى المونيتوريزيشن اللي هي خدمة الرقاقات المسغرة كما لا بيستا التلفون ولا الكخت مار الكخت ميموار وغيرها number two the monetarization of electronics yes when I returned to the US I joined a small company our aim was to monetarize the mobile phone phones were big and we knew that if we managed to make them smaller they would sell more قالوا نعم كنت نخدم في المونيتوريزيشن of electronics قالوا بعد ما انتقلت الى اليو اس كنت نخدم في شركة صغيرة الهدف انت حم هو كان صغير كل ما هو كبير الهواتف النقالة كانت كبيرة خدموا هواتف نقالة صغيرة وكان على بينهم بالليل وكان يصغروا في الحجم كمية المبيعات رايحة زيت تطلع اكثر واكثر اذا هذا هو الحوار اللي كان بين الدكتور بغددي والدكتور بالقاسم حبة وشرح وحلول كلمة صفحة عفوا 84 و85 كتاب لغة انجليزية لسنة الثالثة متوسط نتمنى ان شاء الله انه هذا الحل والشرح يفيدكم وتستفادوا نتلاقوا في فيديوهات قادمة ان شاء الله اترككم في رعاية الله وحفظه وفي امان الله